موسيقى والآن المجال المفتوح لحضراتكم للمداخلات أتمنى يكون أحد من المنظمين يساعدنا في توزيع المكروفونات وأتمنى من حضراتكم اللي تكلم يقول اسمه يعرف هو يعني اسمه من أين جاء أو المؤسسة ليمثلها ويلتزم بثلاث دقائق في الحديث إذا أمكن ولا سأضطر أن أوقف حتى نعطي فرصة أكبر وملاحظة أخرى شكلية الأخ المصور يزاك الله خير أنت قاعد بالنص شلو الناس يتحاورون يقعد لك على زاوية مني منك لا أدري عنك إنزاك الله خير بس قاعد بالنص مثل مزهرية يزاك الله خير الله يحبه تفضل أختي ودي المكروفونا لي خليك هناك بسرعة يخليك لو ركض ركض الله يخلي نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم رانا سعادة من مركز زيتونة للدراسات تمام هو سؤال وليست مداخلة للدكتور خالد صغفوري السؤال هو بعد بعد طرد مدير الأف بي آي جيمس كومي يحكى أن احتمالات الإمبيتشمنت ترامب أصبحت عالية جدا فعندي سؤالين هل هذا الكلام دقيق وتاني سؤال في حال بنس إجا كبديل لترامب يحكى أنه هو شخص أسوأ أنه هو ثيوفاشيست فبالتالي ما توقعات تأثير ذلك على المشهد الداخلي بشكل عام وعلى المجتمع الإسلامي المسلم كوميونتي بقلب داخل الولايات المتحدة شكرا شكرا دكتور عبدالله شاجي لا الشباب لازم مكروفونين الله خليكم هنا 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 شكرا شكرا دكتور ناصر سلط شكرا دكتور ناصر والمتحدثين بالنسبة للموضع وضع الداخلي تتكلم عنه خالد صفوري وكذلك الأخ خالد فؤاد عن الشخصيات المؤثرة في داخل إدارة ترامب يعني إلى الآن لا يوجد بشكل واضح من يؤثر على ترامب يعني البعض قال بأن ترامب هو يؤثر على نفسه فقط ويستمع للآخرين دون أن يأخذ بوجهة نظرهم فهذه نقطة يعني يجب أن تكون واضحة يعني حتى ستيفن بنن تم تهميشه بشكل واضح اللي هو القور المفكر المعادي للإسلام واللي هو وضع فكرة الحظر على رعاية سبع دول إسلامية ثم صارت ستة شال العراق لأنك قالوا العراق يقاتل ضد داعش في الموصر شون تحطها في قائمة الدول المحظورة فشال بالتعديل الثاني للأمر التنفيذي ومع ذلك المحكمة المحكمتين جمدت القرار النقطة المهمة في ذلك خالد طبعا متابع يومي للشأن الأمريكي الشأن الداخلي يعني كيف يؤثر على الشأن الخارجي يعني هل الأولوية لإدارة ترامب التركيز على الشأن الداخلي هو فتح حين جبهة في غنى عنها وبالفعل سؤال الأخت اللي سألت عن فايرينج جيمس كومي يعني دخل عش الدبابير بشكل واضح وفرص الامبيتشمنت والعزلة بدأت تبلور يمكن بأكتين وثمانتعش إذا خسر الحزب الجمهوري الأغلبية في الكونغرس فقد يكون هذا ممكن ولكن السؤال وأختم أنا طبعا عندي مداخلة في الجلسة الأخيرة السؤال المهم خالد الشأن الداخلي كيف يتفاعل وكيف يطغى على الشأن الخارجي يعني هذا وين تقع الأولوية والنقطة الثانية الأولوية في الجوار هو نسفها أيضا بزيارة الأولى خارج أمريكا للسعودية فهذه أيضا أربكت حلفاء أمريكا في الخارج فإلى الآن لا يتوجد استراتيجية واضحة يوجد يعني ما نسميها أدهق أبروتش وليس تفكير استراتيجي شكرا 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 أنا ستكريتي شكرا أنا ستكريتي مؤسس قرطبة في لندن ملاحظات سريعة المسألة الأولى أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لأنه يطول بعمر ترامب عجيب وما يروح عنه أولا لأنه ونسى متونسين والله أنا متونس ماذا أنا كمراقب سياسي أنا أعيش أمتع أيام يعني حياتي حقيقة كل يوم في أخبار من ألطف ما يمكن هذا مثل المسلسل اللي على مدى ثلاثين سنة أربعين سنة ما يتوقف فإحنا عايشين ونسى المسألة الثانية بأنه بالفعل مثل ما أشارت الأخت الكريمة بأنه البديل في حال أنه صار في إمبيشمنت وإيقالة لترامب سيكون بنس وبنس هو أسوأ من ترامب أولا لأنه يعتبر سياسي من ضمن المؤسسة السياسية المحترمة فلذلك هو ممارساته ستؤخذ ضمن الإطار السياسي لكن الحقيقة الموضوع الذي أريد أن أشير إليه في هذه النقطة وطبعا خالد هو ابن بجدتها يعني لا يعلى على كلامه ورأيه ولكن المسألة المثيرة للاهتمام في قضية ترامب كما كانت في قضية نحن نسينا قبل فترة بيرلسكوني كان عندنا في إيطاليا وإن كانت إيطاليا طبعا أقل حجما وأقل أهمية ولكن بيرلسكوني أيضا كان ظاهرة شاذة ضمن إطار المؤسس السياسية الأوروبية كلعوب واحد مستهتر صاحب مال كذا فترامب هو أكبر حجما وفي حالة أمريكا طبعا أكبر حجما من إيطاليا ولكن عندنا نموذج سابق المسألة المثيرة للاهتمام والسؤال الذي يستدعي النقاش ما الذي حدى بالمجتمع الأمريكي أن يفرز مأمثال ترامب هذه التغيرات الحقيقية هي التي تحتاج من عندنا إلى نوع من الدراسة الأمر الثاني وأعقب على أستاذ مهنة وحياك الله أستاذ مهنة مشتاقي لك ما يجري في أوروبا أنا عندي الورقة في الجلسة القادمة أتطرق إلها ولكن مرة ثانية المشاهد والمتابع للمجتمعات الغربي يرى هناك عدة علامات جديدة من أهمها قضية الاستقطاب والانقسام في تلك المجتمعات والانقسام المحوري في تلك المجتمعات بالإضافة إلى صعود الخطابات المتطرفة يمينا ويسارا وعندنا نماذج من أنه تثبت بأنه اليمين قد يكون وصل إلى قمته والان يبدأ في ما أقول التراجع ولكن خلاص توقف عن النمو لفترة ما ونتحدث قضية أدعو المنظمين ومنتد التفكير الاستراتيجي ومجموعة التفكير الاستراتيجي بعض العناوين المسألة الأولى قضية إيران أتوقف بس نقطة هذه ثم آخرة وأنتهي قضية إيران يا إخوة ما علاقتنا بإيران هل نحن في صراع وما طبيعة الصراع قضية إيران بالذات أنا أرجو أن ننتبه لها ونتوسع في دراستها بالإضافة إلى ذلك أنا أقول في نهاية الأمر قضية العنوان الذي بدنا نحن نستخدمه للأسف الشديد إما مضطرين أو مقتنعين ربما قضية الحرب على الإرهاب هذه النقطة التي باتت هي عنوان كل استراتيجية دولية أين نحن منها كيف نقف إزاءها ما هو خطابنا تجاهها وجزاكم الله خيراً شكراً دكتور أنيس دكتور عدنان العديني يلا مو دكتور حاضر اليوم قاعد نقسم الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم أنا لي ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى دور منظمة المجتمع المدني إذا كانت الحكومات الغربية لها موقف من ملفات المنطقة موقف واضح وقامد وتحكمها مصالحة دور منظمات المجتمع المدني كيف نستطيع فعلاً أن نتواجد في قلب المجتمع المدني ونحرك كثير من الملفات والمثال الذي ذكره ذكره الأخ خالد من تحرك القاليات يعني يضرب يقعنا فعلاً نتحفز للشغل في هذا الحكم الأمر الثاني رزد القضايا قضايا المنطقة أين هي قضايا المنطقة في في الغرب في الدول الغربية هل هي في المجتمع المدني هم تناقش في المجتمع السياسي في البرلمان أم في السلطة التنفيذية هذا مؤشر على اتقاهات الدول وكيف سيكون هذه قضية أخرى تحتاج فعلاً نرصدها في هذه النقاشات في النهاية نحن نتحدث عن تراب من موقع أننا في المشرق وأن المشرق هذا تريك وأن إيران تريد أن تتزعم هذه التركة تركة المشرق العربي المشرق العربي هل في تشكلاته القادمة ما يشير إلى أن هناك ووريث آخر ينافس إيران على أساس نتحدث نحن عن دعم لهذا الاتقاه على اعتباره القضية المشرقية لا يمكن لإيران بوفق النظام السياسي الذي يحكمها أن يعبر عن طموحاتها ومصالحها هذا الأمر أيضاً نتمنى أن يثرى وأن يكون ضمن جدول الأعمال بقي أخيراً سعود اليمين ماذا يعني سعود اليمين بهذه الطريقة المتطرفة في أوروبا وأمريكا يعني إلى ماذا يشير وهل سينعكس نحن علينا أيضاً يعني في صعود متطرف داخل مناطقنا وهل هناك تغذيات متبادلة هذه قضايا بحثيانة أرجو أن يتم تناولها في القلسات القادمة شكراً شكراً سادة أحمد رمضان شكراً جزيلاً لدي نقطة حقيقة يعني طرحت من البداية تتعلق باستخدام مسمى الاستراتيجية عند الحديث عن ما يقوم به ترامب السؤال هل بوسعنا فعلاً أن نصف ما يقوم به ترامب الآن خلال هذه الفترة بأنه فعلاً يعكس استراتيجية أم هي مجرد سياسات ربما بعضها متناقض بعضها متضارب محاولات لتنفيذ وعود انتخابية بشكل أو آخر حالة الاضطراب الكبيرة ضمن فريق ترامب وفي آليات التنفيذ أيضاً ماذا تعكس النقطة الثانية استخدم مصطلح أن السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة مستمرة بغض النظر عن من يأتي هل فعلاً ما يقوم به ترامب يعكس بقاء الاستراتيجية في المنطقة الأمريكية على مدى عقود أم هو تغير جذري في التفكير وفي الآليات وفي أساليب التعامل أيضاً مع المنطقة هذا المفهوم إلى أي مدى هو مفهوم صحيح يعني الحديث عن أن ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة العربية أو بشكل عام في العالم هو نوع من السياسات المستقرة عندما يأتي رئيس أمريكي ويعتبر أن المئة يوم الأولى هي مهمة شطب كل ما أقر الرئيس السابق من اتفاقيات دولية ومن معاهدات تؤثر على العلاقة مع دول كبرى هل يمكن وصف هذا الموضوع بأنه سياسة مستقرة أو تطبيق لإستراتيجية مستقرة وشكراً شكراً سيد صخر ما رفعت يديك عين اللي وراك آسف اللي وراك مباشرة السلام عليكم نبي البوكيري كاتب وباحث يمني حقيقة الأمر لدي ثلاث ملاحظات الملاحظة لولا حول شخصية ترامب صحيح يشابه لحداً كبير ما ذكره الدكتور أنس برلسكوني لكن هناك الفارق الحجم بين الشخصيتين الملاحظ خلال هذه المرحلة المئة يوم أن العقلية التي برزت بشكل كبير في الشخصية ترامب المتحكمة فيه هو عقلية التاجر وليس الأيدلوجي وبالتالي كل ما كان يبشر به خلال حملة الانتخابية يعني كتاجر كان يوعد أو يمني نفسه أنه سيصل إلى سوق وسيقلب معادلات هذا السوق الاقتصادية لكنه وصل إلى منظومة دستورية وقانونية كان عليه من الصعب أن يعيد تشكيلها بهذه السهولة وبهذه الأحلام الطائشة التي تبعثرت في المئة يوم الأولى وبالتالي الاستراتيجية أو بمعنى التفكير الذي يجب أن ينبأ أن يثم التعامل مع هذه الشخصية هو بشخصية الإغراءات التي ممكن أن تقدم له وبالتالي أنا بأعتقادي هذا ما سطعت ربما حتى الآن المملكة العربية السعودية أن توحي به من خلال تعامل مع شخصية ترامب أنه تاجر ممكن أن يقبل الصفقات لكن هذه الصفقات هل هي في إطار ما نريد أم في إطار ما يريد هو هذا هو السؤال المهم بالنسبة لنا كعرب في التعامل مع الإدارة الأمريكية الملاحظة الثانية فيما يتعلق بالإسلاميين والإدارة الأمريكية أنا باعتقاد أن الإسلاميين أو بمعنى المنطقة بشكل عام هي نتيجة لتراكمات السياسة الأمريكية منذ عقود طويلة وبالتالي نحن قز من الفوضى الموجودة في المنطقة العربية هي قز لعدم فهمنا لهذه الاستراتيجيات الموجودة في الإدارة الأمريكية التي تختلف من الرئيس إلى آخر تكتيكياً لكنها ثابتة استراتيجياً بمعنى آخر أن هناك خط أحمر أمام أي صعود لأي حالة ديمقراطية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية في المنطقة العربية الصراع الموجودة القائمة اليوم بيننا وبينهم هي في مسألة الديمقراطية وليس في مسألة التوقعات الإدلوجية لهذه الطائفة أو لهذا المجموعة أو لهذا التيار أو ذلك الأمر الآخر فيما يتعلق بالفوضى التي تعيشها المنطقة الآن وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب وإيران أنا باعتقاد أننا وقعنا ضحايا ضحية لما صنعه الغرب من ظاهرة الإرهاب ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة بدرجة رئيسية هي ظاهرة مصنوعة أكثر منها ظاهرة حقيقية وبالتالي استطاع العالم أن يلعب عليها والسياسات الغربية أن تزيد من تكبير وتضخيم هذه الظاهرة على حساب حقائق موجودة لدينا أن نستطيع أن نتعامل معها بمعنى أن إذا فهمنا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة قابلة للصناعة وبمعنى مصنوعة نستطيع بالتالي أن نتخذ السياسات والإقراءات الحقيقية لمواقهتها أو التقليل منها وشكرا جزيلا شكرا أعتذر منكم جميعا الوقت قارب على الانتهاء لهذا إن شاء الله وأتمنى مداخلاتكم تدخرونها إن شاء الله في الجلسات القادمة لأن أبلغت من إدارة المؤتمر أن لازم نوقف الساعة الثانية عشر ولازم نعطي إخواننا المحاضرين فرصة للتعقيب على ما وجهت لهم من أسئلة فضل أخي خالد أولا حول اتهام أو ترامب لا يستطيع الديمقراطين يقوم بذلك عليهم أن يمسكوا بالأغلبية فهذا موضوع غير وارد الآن نهائيا فرام أن في بعض الجمهوريين على الأقل ثلاثة وأربعة في مجلس الشيوخ وقفوا إلى جانب الديمقراطين في موضوع الإقالة واليوم في استدعاء الأسبوع القادم يوم الثلاثاء لجنة الأمن في مجلس الشيوخ استدعت كومي أن يجتمع فيها سرا وهذا موافقة الجمهورين فهناك عدم رضا على طرد كومي رئيس الـ FBI حتى من قبل بعض الجمهوريين هناك عدم رضاها بشكل عام على أداء ترامب من قبل الجمهوريين أنا مقيم في واشنطن وألتقي بشكل مستمر واثنين من أصدقاء من المستشارين ترامب هما غير راضين عن أداءه البيت الأبيض يعمل بفوضى عارمة في مثل هذا الوقت خلال حكم أوباما كان هناك 138 كبار موظفي البيت الأبيض موجودين في وظائفهم والآن في إدارة ترامب هناك 27 فقط فالشواغر في مناصب كبيرة في الدولة الترامب يتدخل بشون الزراء الآخرين عادة الوزير يعين الطاقم تاعه الرئيس ترامب تدخل ومنع وزير الدفاع الأمريكي من تعيين آن تاترسون كانت سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة في مصر خلال الانقلاب ووقفت ضد الانقلاب بعض المؤيدين لإسرائيل اعترضوا وأثاروا ترامب وتدخل ترامب ومنع تعيينها ترامب تدخل مرتين ومنع تعيين مساعدين لوزير الخارجية ريكس تيلرسون كان بصدد تعيين جان بولتون جان بولتون من كبار محافظين جدد وصهيوني ورغم ذلك ترامب تدخل ومنع تعيينه كذلك منع تعيين إليت إيبرامز وهو صهيوني آخر وبالتالي الرئيس مزاجي ولا يتصرف بمستوى الرؤساء السابقين عادة الرئيس حتى لو يختلف مع بعض الأشخاص يعطي الوزير الذي وضع فيه ثقة الحق بالتعيين هناك مثل حصل قبل عشرة أيام وأسبوع هناك شخص يدعى سباستيان غوركا هو من أصول هنغارية وكان مقيم في بريطانيا وهو إنسان كاذب ومن أحد أكبر المهاجمين للإسلام كان يعمل مع ستيف بانن كان مدير تحرير رايتبارت نيوز التي جمعت الدعم لترامب في الانتخابات هذه مجلة على الانترنت مجلة في أقصى اليمين وتمويلها الأساسي يأتي من أسرها علينا أن نعرف كذلك أن ترامب حملة الانتخابية تم تمويله من ثلاث أسر في الولايات المتحدة اثنين منهم أسر يهودية إليت شلدن إيدلسون أعطاه 150 مليون دولار هو رجل كازينو جمع أموال وثروته في القمار وهذا التناقض كامل الذي يعرف الديان المسيحية المسيحية تحرم القمار كذلك والجمهورين يتكلمون على الدين والديانة وأنهم مسيحيين ملتزمين ويأخذوا تمويلهم هو كذلك موال أكبر الحزب الجمهوري رئيس الكونغرس الأمريكي بول رايانز لديه باك اسمه أربعين في المئة من تمويل الباك جاء من هذا الشخص شلدن إيدلسون الشخص الثاني اسمه رابرت ميرسر هو مسيحي لكن ينتمي إلى طائفة يسمون هذه طائفة في الإنجليين طبعا إنجليين في الولايات المتحدة عددهم حوالي 57 مليون لكن يشكلوا ثقل سياسي كبير جدا لأنه نشاطين سياسيا عشرة في المئة منهم هما يسمون المسيحيين الصهيونيين الذين يؤيدوا دولة إسرائيل طبعا لأسباب انتهازية يقولوا أن المسيح لن يعود إلا بقيام دولة إسرائيل وأنه سيبادل يهود ويبقى 14 ألف منهم لكن روبرت ميرسر هو أحد هؤلاء وهو ثري جدا وهو الممول الأساسي لبريتبارت نيوز التي جاء منها ستيف بانن ستيف بانن والمهم صارت صارت ضجة قبل عدة أسابيع على ساباسين جوركا وهو نائب في مجلس الأمن القومي ومستشار للرئيس صار كلام على أنه زور في شهادة الدكتوراه وكذب على أداءه وقال أنه عمل مع الاستخدارات البريطانية من سنة كذا وكذا وأنه كان في القوات الخاصة في نفس الوقت حصل على شهادة الدكتوراه في هنغاريا فكان في تطارب التوريخ ونالك حتى شك على أن الشهادة مزورة فأذيع في الإعلام أنه البيت الأبيض في صدد إقالته ولكن تدخل الرئيس ترامب في آخر اللحظة وفرض بقاؤه في البيت الأبيض رغم أنه الكل حتى الجمهورين يعتبروا أنه شخص مشكوك فيه فبهذه الطريقة يتصرف رئيس ترامب بمزاجية وهذه خطورته طبعا العودة إلى مايك بنس ينتمي إلى طائفة الدس أنا التقيت بمايك بنس على الأقل عشر مرات عندما كان عضو في الكونغرس هو كذلك كان محافظ ولاية إنديانا كان دائما وبدون سبب تكون جلسة يتكلم عن النظام التعليمي ويبدأ يتحدث عن إسرائيل كأنه بلده ولا أولى إسرائيل ويتجه دائما إلى الجمعيات اليهودية يتكلم عن حب ولا وهياء إسرائيل فمن هذه الناحية لا شك أنه صهيوني كبير لكن أنا أعتقد أنه ترامب مثل الوعاء الفارغ فخطورة أنه لا أحد يعرف كيف يتصرف يعني من ما تسرب أنه عندما وجه تسعة وخمسين صاروخ ضربت سوريا كان يتناول كيكة شوكولاتة كان يتحدث مع رئيس وزراء الصين وقال له الآن أمرت بتوجيه تسعة وخمسين صاروخ كأنها نكتة وأحد الوزراء حضرين قال في مقابلة ثانية أنه يعني كان واحد يلعب لعب على الجيمز وهذا هو خطورة أنه لا يعرف الموقع الخطير الذي هو فيه قبل أسبوعين نشر 2700 طبيب نفسي رسالة في نيويورك تايمز يقول على الكونجرس الأمريكي إزاحة لأنه هذا إنسان مريض وشخص خمسة أمراض لديه تعتبر أمراض خطيرة وقالوا أنه أطباء النفسيين لا يصحوا بأمراض شخص هذا من الأمانة الطبية لكن نتيجة أنه هو في موقع خطير يشكل خطر على أمن العالم ليس فقط الولايات المتحدة على الكونجرس أن يزيحوا من هذا الموقع وبالتالي يعني كل ما أقيل هو وضع غير طبيعي وأعتقد أنه أخطر بكثير من برلسكوني لأنه لكن في العالم ويستطيع أن يبدأ حرب نتيجة هيجان أو حتى هو معروف بأنه حقود يعني إذا حقد على شخص هو يحاول أن يدمر وهذا يتعامل بنفس الطريقة حتى مع الجمهورين الذين اعترضوا عليه ولا زال حقد عليهم وفي جلساته الخاصة دائم يشتمهم وتسرب حتى أنه شتم رئيس الكونجرس بول راين وعندما فشل في تمرير مشوى ضمان الصحي أول مرة في الجلسات الخاصة كان يشتم وقال أنه هو المسؤول عن فشلها فالكلام على أنه هل ترامب استراتيجية هو حقيقة ليس له استراتيجية لكن هو لديه سبعة أشخاص محيطين فيه لديهم نفوذ لكن في النهاية يتلاعبون بهذا النفوذ والذي يستطيع أن يقنع أكثر هو الذي يستطيع أن يفرض رأيه الرئيس ترامب لديه وزير خارجية وقضى شهرين وزير الخارجية لا يدعى الاجتماعات الضيوف الذين يأتون إلى الدولة رئيس ترامب كان يجتمع مع رؤساء العالم وكان لا يدعى وزير الخارجية ابنته وزوج ابنته يجلسون في الاجتماع وبعنا نجلس في الاجتماع وزير خارجيته غير موجود في الاجتماع والإعلام الأمريكي تكلم عن ذلك وزارة الخارجية لأول مرة في التاريخ الأمريكية تقوم كل يوم ثلاثاء بمؤتمر صحفي تعرض فيه أمور العالم وموقف الأمريكي فيها وزارة الخارجية الأمريكية لم تعقد مؤتمر صحفي إلى غاية منتصف شهر مارس وحتى نهاية مارس وهذا لم يحصل سابقا ذلك لأن وزير الخارجية الأمريكي كان غير مطلع على أمور البيت الأبيض حتى تكلم الرئيس عن تعيين وزراء وسفراء بدون علم وزير الخارجية الأمريكية وبالتالي السياسة تحت عهد ترامب يفوضى عارمة واللي موجود في واشنطن يعرف الفوضى في السياسة الداخلية بنفس الفوضى في السياسة الخارجية طبعا أن نقول أنه ستستمر بهذه الطريقة من المستبعد أنا لا أعتقد أنه على الأقل الصراع بين الأطراف المتعددة في إدارة ترامب سيستمر لعدة أشهر وبالتالي ستحسن بعد فترة وسيكون هناك بعض النظام في هذه الإدارة لكن كل شيء وارد الإدارة السابقة كلها أخطأت في البداية تكبت بعض الأخطاء لكن إدارة ذكية تتعلم من أخطاءها فعلينا أن ننتظر فالمئة يوم هي ليست يعني تعطينا رأي نهائي بهذه الإدارة أعتقد علينا أن ننتظر لمدة سنة النيورك تايمز قبل ثلاثة أيام نشرت مقال عن صراع بين قطبين يهوديين تربطهم علاقة حميمة بترامب أحدهم شيلدون إيدلسون الذي تكلمنا عنه الذي أعطى أكبر مبالغ من المال لترامب كان غاضب جدا على دعوة أبو مازن إلى واشنطن والذي أقنع ترامب بأن يأتي بأبو مازن إلى واشنطن هو شخص يهودي ثاني اسم روبرت لاودر الذي يعرف استي لاودر استي لاودر مملوك الأسرة الصهيونية في واشنطن في نيورك ورئيس اتحاد الجمعية اليهودية في الولايات المتحدة هو رئيس هذه الجمعية وتملك علاقة منذ ثلاثين سنة مع ترامب وهو الذي أقنع ترامب وهو مقتنع بموضوع حل الدولتين وهو أقنعه أن يدعو أبو مازن قبل أسبوعين وزارة الخارجية أنا سألني فيهاي وزارة الخارجية الأمريكية تصدر كل تسعين يوم تقرير عن التزام إيران باتفاق النهوي الإيراني نشر التقرير يوم الأثنين يقول أنه إيران ملتزمة شادل إيدلسون تناول العشاء في البيت الأبيض مساء الأثنين وكان غاضب جدا على هذا التقرير فترامب اتصل في وزير الخارجية وطلب منه أن يقوم ببيان يناقض فيه ببيان الأصلي وقام بمؤتمر صحفي يوم الأربعة صحفينا العرب أصدقائي اتصلوا وقالوا الوزارة الخارجية اتصلوا فينا وقالوا عليكم أن تأتوا إلى وزارة الخارجية خلال ساعة ونصف لتستمعوا إلى خطاب عن الشرق الأوسط من وزير الخارجية وشن فيه تلرس الهجوم على إيران فهذه طريقة إدارة الدولة كأن مجموعة من الكشافة يلعبون وللأسف يعني مثل ما قال أخونا أنس هو متسل وهو بر أمريكا نحن في أمريكا أنت تتفرج على الكوميديين يعني الآن الكوميديين أول ربع ساعة كله تنكيت على ترامب واللي حضروا وأنا أشجعكم تدخلوا إلى يوتيوب وتحضروا الكوميدي المسلم الذي تهكم على ترامب خلال المراسلين الصحفيين في البيت الأبيض وفي الأخير شيخان في الأخير قال أنه هذه بلد ديمقراطية أنا مهاجر مسلم من الهند وأنكت على رئيس الدولة الأمريكية هنا أمامكم وهذا فعلا في النهاية هناك حرية راي والرئيس يشتم ويهزأ يوميا في الإعلام الأمريكي وفي المنقبة الكوميديين شكرا أخي خال هذا شون طلع باليوتيوب طال عمرك حسين منهاج لا بس أنت في الـ White House Correspondent Association White House Correspondent Association زي أخونا هنا خصوصا موضوع العراق وإيران الله خليه الله يزي المسألة المركزية في المعركة القادمة للغرب المسألة المركزية في العلاقة مع الغرب والتوجهات المعادية للعالم الإسلامي سواء دينيا أو مصلحيا سياسيا القضية أنها ستجري على أرضنا التريونات التي يطلبها ترامب لتأمينها هي من خزائن دول عربية وأراضي الصراع المباشر لهذا الحدث سواء وصلت المسألة إلى صفقة مع إيران وهذا قد يكون متوقع بحسابات هذا الرجل ومزاجها أو فريقة وفقا لقواعد المصالح للولايات المتحدة 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 أو حصلت حرب موسمية يعني الحرب الكلية غير متوقعة على الأقل تقدير في رأينا كتحليل سياسي متابعة لهذا الوضع ستكون أيضا على حسابنا مسألة توسع ترامب في قضية سوريا والاعتماد على الجانب الكردي أيضا ستكون على حساب الأخوة في تركيا فأعيد الحديث هنا على مسألة الدولة والمجتمع معنا أقول كشخصية زي السيد خالد صافوريو ومجموعة من المتخصين من الزملاء هنا وخارج قادرين على صياغة ما نفهمه من سياسات أمريكية قادمة وإن كان فيما يستعلق بالقضية الديمقراطية أعتقد أن هذه شائنة كبرى على الديمقراطية الأمريكية بمنظور حتى دمقراطي بحث تقارن بتجربة بريطانية أو حتى تجربة الهندية بغض النظر عن مسألة عالم الشمال الجنوب لكن نستطيع أن نأخذ خلاصات الحديث عن الدولة والتيارات الشعبية وحركات التغيير ما الذي تستطيع أن تفعله لمواجهة مثل هذه السينيوريهات بالنسبة للدولة هل تستطيع كمنظور أممي أو منظور للشرق الإسلامي نقل دولة من حالة الدولة الفاشلة أو دولة الحرب إلى دولة مستقرة نسبيا هل نستطيع أن ننقل الدولة النسبية مستقرا إلى دولة طموحة للتغيير بحيث أنها توجد عقد دستوري وتقوى يقوى مشروع النهضة الداخلي فيها وبالتالي سيكون دولة طبعا نحن نعلم ما الذي يجري في حالة الحكومات القائمة وكيف مسألة المراهنة على خيارات الشعوب وأمكانياتهم تحت هذه سواء لاسترضاء الرئيس ترامب لتحييدهم عن الخطط القادمة كما تعلمون أن هناك جدول مما يقال جدول منظمة على أنهم يدفعون يسددون ما تسببوا به من خطاب تسبب بين قوسين بإرهاب حقيقي أو إرهاب غير حقيقي تعتبر الولايات المتحدة المتحدة الملكية إرهاب وهو مقاومة مشروعة فيظل أعتقد أننا يفترض وهنا الحديث للزملاء في المجموعة التركيس الترتيجي بوسالم والدكتورة شف شوبري يفترض أن جزء خاصة في وجود في اسطنبول العالم ما بين العرب والعجم المسلمين يفترض أن نركز على ما الذي أن نمكن أن نفعله وممكن أن يفعل الكثير قد كان الأمير شكي برسلان وقد درست حياته والله قد كان أمير شكي برسلان رحمه الله تعالى كان يقضي مصالح للأمة لم تقضيها أحزاب ولا حركات عبر هذه الديناميكية في التفكير رغم أنه يعني يتعامل في الاستراتيجيات في حدود ما يعرفه ولكن طبعا وجوده في جبل لبنان وصراع الدروز والمسيحيين وأعطاه تجربة يعني نقل تجربة الحركات الشعبية في التيار الإسلامي إلى الطريق الجديد فصل الدعوة عن السياسي يعادة تأهيلهم سياسيا دمجهم من حركات منفصلة بخطابها إلى حركات وطنية قطرية تشارك في الصناعة استراتيجي هذه مهمة جدا يعني رئيسية لمثل مراكز صناعة التفكير الاستراتيجي وهي مهمة لكل الشعوب لأنها ستصنع شريك من الحالة الإسلامية ينهض بهذه الدولة وينهض بمشاريعها في مواجهات حروب كثيرة مثال ما الذي سيخدم عليه العراق الآن يعني ما الذي يقدم للعراقيين للسنة العراقية ما الذي يقدم ما بعد داعش ما هي طريقة التفكير مسألة الكفاح المسلح أصبحت قضية خطيرة جدا تهدد ما تبقى من جوده كيف يحتوون مشروع العدائي لإيران كيف يحتوون هذا التقاطع سواء الصراع الأمريكي الإيراني أو التقاطع كيف تصنع لهم استراتيجية مقاومة مدنية مناسبة أما مسألة إيران إيران تقوم مواجهتها على ثلاثة محاول أولا تنحية الخطاب الضائفي وتركيز على أنه صراع سياسي أكبر كارثة مررت عبر مناريبن الخليج العربي هي الحرب الشيعية السنية التي ستأكلنا جميعا وهذا لا يعني أنه لا يوجد جرائم في الطائفية الإيرانية بل يوجد جرائم مع العلم أنه يعني يعني هناك حتى داخل توجهات الدينية وآخرها محمود نجد هناك صراع ديني هناك دخول للقومية الفرسية لاستبدال جزء من الدين الإسلامي نصا مشروع مشائي أن الدين الإسلامي ليس حرا يجب أن تدخل عليه القومي الفرسي هناك صراعات كبيرة في إيران يجب أن تنح القضية الطائفية صراعنا مع إيران صراع سياسي وليس لدينا معادة مع العجم لا الأتراك ولا الأكراد ولا الفرس ليس لدينا لا عداء أخلاقي ولا إنساني فضلا على ما يربطنا بهم كأمة أو كأقليات فأتقاء الخطاب الخليجي الذي وظف عبر مصالح أمنية من قضية تحويل الحرب إلى صراع سني شيعي هذا مدخل مهم جدا المسألة الثانية إيران لا تهزمها لبطاقات المصالح والقوة على الأرض كان هناك فرصة للتحالف وقد أعرضت تركيا لا أقول مجموعة تركيا لكن وقت متقدم التحالف في دعم الجيش سور الحر مع دول خليج ولو حصل هذا الأمر لما جاءت السلفية الجهادية بكل عناصرها المسألة الثالثة لماذا أترك الغرب إذا خضعت إيران لمعادلة في اليمن مع سبيل المثال وانتبهت عمان اليوم هذا كتبت مقال قبل ستشوف وقرأوا الأخوة العمانيين من فيهم حد استقل المسؤولين وكانوا يشعرون بهذا الآن رأت عمان المشروع ضدها عز العمان في دويلة في الجنوب إذا استطاع العمانيون وقد طلحت على أحد الأخوة مسجر الرئيس أن يكون له دور في هذا الأمر الرئيس إذا استطاع العمانيون المساهمة في يقاف الحرب بانتصار الشرعية ولا يوجده والأخوة في نهاية الحرب بانتصار كامل انتصار سياسي يضمن استقرار اليمن عدد مقوعة ذلك الوقت فلنسبق نحن الأمريكيون والغرب إلى هذه الصفقة هذا لا يعني أن لا تتقاطع مع الحالة الغربية خاصة نؤكد على ما ذكر الأخ خالد وأستاذ خالد مسألة الانفتاح على المجتمع المدني الغربي الانشطة الانفتاح على المجتمع السياسي الغربي والحكومات والتقاطع معها وفي مسألة إيران أيضا المصالح قد توصلنا في ذلك اليوم إذا شعرت إيران أنها ستنازل فلتبدأ بانتزاع التنازل في اليمن ولنأخذه منها عندما نقوى ونقرر هذه الثلاثة محاور هي التي تهزم إيران وليس الحروب الطائفية المتعددة وشكرا لك شكرا أخوي مهنة وآخر تعليق أستاذ خالد فوق يعني تعليق سريع على المسألة تناولنا كثير الدكتور خالد يعني أعطى وجبة دسمة عن الداخل الأمريكي ومدى الفوضوية التي تشهدها إدارة ترامب لكن علينا أن ننتبه قليلا إلى السياسات الخارجية لإدارة ترامب خاصة إزاء منطقة الشرق الأوسط يعني الزيارة القادمة لترامب للسعودية ثم إلى إسرائيل ثم بعدها متوجه إلى روما هذه الزيارة تأتي يبدو أنها تأتي في سياق تحالف إقليبي ما يسعى إليه إدارة ترامب هذه المسألة لابد أن ننتبه إليها بشكل واضح جدا إدارة ترامب الآن ربما هناك أزمات داخلية كثيرة وقد أثار بعض الضيوف الأسئلة حول الأزمات الداخلية وتأثرها على السياسة الخارجية لكن الواقع أن ترامب ليس فقط سيهرب إلى الأمام عن طريق دخول في تحالف إقليمي ما ولكن هذا التحالف يبدو أنه يعد له ويبدو أن أول خطواته أو أول خطواته هي تلك الزيارة التي سيزور فيها السعودية تحالف إقليمي أمني هذا التحالف يهدف بالأساس إلى مسألة مواجهة الخطر الإيراني ومواجهة تنظيم الدولة ولكن هذا التحالف لن يأتي فقط هذه المرة بدون وجود إسرائيل داخل وركن أصيل داخل هذا التحالف وهذا التحدي الذي سيكون أمام ترامب الإقناع الدول العربية والإسلامية بوجود إسرائيل في هذا التحالف إذن نحن الآن يبدو أننا أمام تحالف إقليمي سيكون أحد مكوناته وهي إسرائيل ودول العربية ربما يمرر من خلال مسألة أو شرعانة المفاوضات أو عودة المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل وهذا كان واضحا جدا في لقاء عباس وتصرحاته في واشنطن وبالتالي تمرير هذا التحالف الذي سيكون إسرائيل لها دور على الشعوب العربية ربما يأتي من خلال المفاوضات وعودة مصاري التفاوض مرة أخرى مع الفلسطينيين والإسرائيلين ما يعنينا هنا هو أن هذا الأمر إذا تم بهذا الشكل وهو ربما سيكون بهذا الشكل في الفترة القادمة يفرض تحديات قوية وكبيرة على الطائر الإسلامي بعمومه وعلى الطائرات السياسية كلها التي هي يعني تقف في خلف ثورات شعوبها وبالتالي كل من هو مصطف وراء ثورات شعوبه من سواء من سياسيين أو من إسلاميين سيكون أمام تحدي ليس بالقليل في إطار هذا التحالف الذي يسعى أو تسعى إليه إدارة ترامب لتكوينه وبالتالي يعني إذا كان هناك من توصية إلى هذه المجموعة المتميزة من المعهد والملاكز البحثية في قراءة في زيارة ترامب القادمة التي يبدو نهاية أو قراءة في التحالف الإقليمي وكيف يمكن للسياسيين والدعمين للثورات العربية للوقوف أمام هذا التحدي شكرا لكم شكرا شكرا جميعا يمكن تعليق أخير فيما أعطي لنا من وقت إضافي خالد عن وضع الأخوان هو مرة أخرى بس توضيح الموضوع تجريم ترامب لا يقتم إلا من خلال مجلس النواب الدستور الأمريكي أعطى حق مجلس الشيوخ قبل مئة سنة كان يتم تعينه كل محافظة يعين أعضاء مجلس الشيوخ ولهذا مجلس النواب لديه صلاحيات أكبر في السيطرة على شؤون الدولة فإذا ما دام الديمقراطيين غير قادرين على السيطرة عليها لن يحصل شيء لكن على الأغلب سنة 2018 إذا وصل الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب أول شيء سيقوم فيه هو إحالة ترامب إلى ما يسمى إمبيتشمان ورئيس قسم القانون في جامعة ييل كتب مقال في الواشنطن فوست قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع يقول هكذا يتم تجرين ترامب وحط خمس أسباب من بين تعيين أسرته في وظائف وعطاهم صلاحيات وهذه كل أمور لا تحصل عادة في المجتمع الأمريكي موضوع الذي تكلم عنه أخ أحمد أخالد فؤاد عن موضوع الإخوان أنا أريد أن أعطيكم بس على أعتبار الإخوان منظمة إلهابية أنه الموضوع قبل ترامب بسنتين والموضوع بدأ في نوفمبر سنة 2015 بدأ في عضو مجلس الشيوخ تيد كروز من تكسس وعضو مجلس النواب بلارت من فلوريدا الموضوع بدأ بتنسيق سفير دولة الإمارات يوسف العتيبة هو الذي بدأ الموضوع وطلب مساعدة جمعيات صهيونية تحديدا فونديشن فور دفنسف ديموكراسي يرأس كليف مي الجمعية الأخرى سنتر فور سيكوريتي أناليسي فرانك غافني وكليرين فوند كلها جمعيات ممولة صهيونية وكلها جمعية يودي انضم إليهم طبعا اللابي المصري في واشنطن جلوفر بارك بارك السعودية المملكة العربية السعودية كانت في ضم الموضوع من الذين قادم الموضوع فكانت سعودية والإمارات ومصر ثلاث سفرات والله ينتعون بالتعاون مع الجمعيات اليهودية قدموا مشروع في مجلس النواب مجلس الشيوخ لم يستطع أن يحصلوا في مجلس الشيوخ حتى هذا اليوم على أكثر من ستة أشخاص في مجلس النواب لديهم 77 عضو مجلس الشيوخ نواب تم التصويت عليه في اللجنة العدلية ومر مشروع القرار في اللجنة العدلية لكن رئيس مجلس النواب رفض التصويت عليه رغم الضغوط الهائلة لأنه الذي حصل طبعا رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي متش مك كونل لديه مسلم ضمن الموظفين في اللجنة العدلية في مجلس الشيوخ هناك كذلك أخت مسلمة في اللجنة من أصل الفلسطينية الأخر عند رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري من أصول سوماليا وأنا جلست معهم وهم الذين قالوا لي السفرات التي جاءت لديهم حسب ما أسمع أنه على الأقل السفارة السعودية أقل نشاطا في الموضوع الآن لكن عندما كان عدل جبير سفير كان فاعل جدا في محاولة الحصول على توقيع على مشروع القرار السبب الحقيقي لتوقف المشروع طبعا رئيس ترامب لديه صلاحية كرئيس أن يجرم أي منظمة يريدها لكن هو قرر عدم القيام بذلك لأنه أول أسوع جاء للبيت الأبيض وزارة الخارجية والسيائي قالوا أنه هذا موضوع خطير جدا وزارة الخارجية قالت له أنه هناك الإخوان المسلمين موجودين في الحكومة في على الأقل سبع دول إذا مش أكثر وهذا سيتعب الوزارة الخارجية كيف ستتعامل مع هذه الدول التي فيها في الحكومة وقالوا أنه موضوع من وجه التضرم غير صحيح الأخمون سلهب الذي هو في مكتب مجلس الشيوخ قال لي أنه تأكد أنه رئيس مجلس الشيوخ لن يأتي بهذا مشروع القرار للتصوير وهذا موجود في الجرور لأنه هو يكره تيد كروز لا علاقة سيئة جدا بينهم هذا أولا وثانيا قيدات الكونغرس عندما تريد اتخاذ القرار بهذا الخطور تستدعي الهيئات المعنية أجهزة الاستخبار الأمريكي وتطلب منهم تقرير مبني على وقاع وبما أنه لم يستطيع الذين دعموا القرار أن يدعموا كلامهم بوقاع فهذا المشروع القرار فاشن الآن ولهذا لن يلجو الكونغرس لن يمر بسهولة والضغط على رئيس ترمب لا زال المتابع لا أنا ممكن أعطيكم الويب سايت لهذه الجمعيات التي بشكل يومي اليوم جاءني إيميل من يهاجم إدارة ترمب لأنه لم تعين الإخوان المسلمين ونظام إرهابي السبوع القادم تعقد مؤتمر متخصص ليوم كامل عن الإخوان المسلمين وعن قطر وهناك هجوم شديد على قطر نتيجة الاتهامة بدعم حماس ودعم الإخوان المسلمين والجهاد التي تقف وراءها هي نفس الجهاد